فأول فقراتنا النهاردة فقراتنا الطبية بنرحب الدكتور أحمد صالح استشارة جراحة العامة وجراحة المناظر أهلا بيك يا دكتور كل سنة وانت طيب طيب يعني دخلت في شهر شعبان وان شاء الله يعني رمضان جاي على أبواب هيجي بقى الجوي بقى فيه شوية تراب وفيه فده هيأثر على البشرة طبعا شيء طبيعي بس يا دكتور حضرتك هنتكلم النهاردة زي ما انت يعني قلت هنتكلم عن التغذية العلاجية ليه بقى ليه هنتكلم عن التغذية العلاجية عايز أقول إيه بقى إنه البشرة اللي هي احنا دخلينه على شهر رهي بقى فيه تراب وفيه كده طب هو الأثر عليها من الأول إيه يعني هل هو أنا أقدر أمنع إنه يحصل مشاكل للبشرة ويبقى فيه تجاعد بادري ولا هتأخر شوية أأخرها شوية ولا أخلي ما فيش خالص ده نبتديها من إمتد التغذية دي من الصغر ما هي ده ده كالتشار بقى إحنا عايزين نبنيه من جديد اه عايزين نبنيه من جديد طب إيه الحاجات هو إيه المشكلة في البشرة كولاجين هو المفروض موجود طب إيه اللي بيكسروا السن لا الأكتر بقى بيساعد بسرعة قوي اللي بيساعد بسرعة قوي ثلاث حاجات السكر دي أول حاجة أيوه تمام السكر بيكسر الكولاجين بطريقة رهيبة تمام أيه تاني الحاجات بقى اللي هي الصوفت اللي هي الفاست يعني البيرجر والحاجات دي طب إيه بتعمل إيه دي فيها صدم كتير بيكسر الكولاجين بقى كل حاجة بنحط فيها سكر ده فيه مشكلة أكبر نحن في الطبيق دلوتي بنحط معلقة سكر عشان الحمول المفروض مافيش سكر خالص يعني أشرب شاي ليه بسكر طب لو هعمل حلويات ليه أحط سكر زيادة يعني طيب إحنا بس هنبعد شوية وعايزين فاكرة حياتك لما تكلمنا زمان عالجلوتاثيون وتأثيره على البشرة أي وإنه بيفتح هو مش بيفتح بس جلوتاثيون ده مادة بيطلعها الكبد أساسا طب هي 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 بتقلي ليه طب إيه تاني مو لأ حقول لحياتك دلوقت طب إيه تاني كمان بيأثر إحنا فيه حاجة اسمها فيتام بي 12 هقول لحياتك إنه مثلا دوقتي واحدة ست الأول ما تبقى حامل يعني هتروح لدكتور النسا هرح أكتب لها الفوليك أسد لأ في حاجة تانية مهمة قوي مع الفوليك أسد اللي هي فيتام بي 12 بس إحنا بندرس في الطب إن الفيتام بي 12 ده ده موجود لأ ده عنده الجسم عنده ستور يعني فيه مخزن طب إيه اللي بيخلص الفيتام بي 12 والجلوتاثيون النشويات والسكريات يعني مع هضم الكلام ده اتعمل عليه دراسة سنة 1950 تقريبا في السويد أو حاجة زي كده الدراسة دي بتقول إن الكونسومبشن يعني الاستهلاك الكربوهيدريت في الجسم بياخد بيمص معها حاجتين الفيتام بي 12 والجلوتاثيون طيب مين اللي بيأكل كتير نشويات وسكر وكده بلادنا بس أيو يعني هو في أوروبا ولا في أمريكا بيأكلوا ويعيش كتير لا مش موجودة يعني والبقى من ضمن الواجهات مش يوميا إحنا الوجبة الأساسية إنه فيها عيش الوجبة الأساسية إنه فيها سكر دي ما فيهاش كلام لو حلوات هناخد سكر يعيش البلدي بالعيش الفينو كل أنواع إبقى عشان مدد الجولاتين المشكلة المهيد التغذية بقى هو إيه سكر فايدته أو العيش عموء النشويات إن أنا عايز جولوكوز ثم أنا أقدر أطلعه من حاجات تانية بس معاها فيتامينات بقى وفي نفس الوقت مش حيموصل لي فيتامي بي 12 فيتامي بي 12 أهمية قصوة جدا لدرجة إنه هو مثلا الجنين النواة بتاعت الجنين دي هي بتتكون بسبب البويضة يعني مع تكوينها من فيتامي بي 12 كرة دم الحمرة فيتامي بي 12 كرة دم البيض فيتامي بي 12 المفاصل الألياف الناس اللي بيوجحها ظهراء الناس اللي عند التجعودات في الجلد اللياقة البدنية والحركة يعني تجديد الخلايا وتكوينها الجديد كل فيتامي بي 12 المشكلة عندنا إنه هو بيمتص بيروح بيروح لي عشان إحنا بنأكل نشويات كتير وبنأكل سكرات كتير طيب هو الفرق بقى هل ده هيأثر على السكر مرضى السكر بقى آه هيأثر ما هو لوما الواحد يبطل نشويات هيقل طب هو هيقل فرق ما بين السكر اللي طالع من الفواكه مثلا والله لسه على السنة سألين والسكر اللي طالع من العيش في حاجة اسمها جلوكوز اندكس يعني ايه جلوكوز اندكس يعني بيشوفه امتصاص قد أمتص وفين وقد ايه وطلع منه سكر يعني سكر فواكه احسن طبعا الاندكس بتاعه العيش 75% ليه بقى عشان بيمدى امتصاصوا من الفم يعني 75% بيوصل طبع عنب 35% والناس فهم العكس انه اللي عنده سكر لو اكل عنب ده هيضيع لو اكل عيش رغيف عيش ايه مش هيضر خالص ولا فرق معه هو فكر ان دي السكريات مش دي المشكلة بقى مش انه احنا مش مندور على السكر السكر قدر ننظمه بالانسولين ابو السكر الدايت ما هو برضو كل هو ما مش هو طعم بس لكن مش مدر مش مدر اوي لكن هو مش هو طعم خلاص انت عايز طعم ما احنا عايزين نغير الكالتشر دي صح عايزين نغيرها انه ما بقاش كل اكله سكر وعيش وبلاش لما لما نتحسن بقى نعمل مكارونا ونعمل رز فهم قصدي ما هو ده برضو دي نشوية ما لهاش اي فايدة غير انها هتطلع جلوكوز يروح وادة طاقة طب ما احنا ممكن ناخده من فاكة اخدت الفاحة واطلع منها اخدت الجلوكوز وفي نفس الوقت اخدت منها حاجات تانية فيتامينز كتيرة ايو فاحنا في الشرق الاوسط عموما الناس اللي بتاكل ده رمضان جاي بقى والناس في الحلويات مش على الكاربوهيدريت او النشويات كتير بيبقى المخزون بتاع فيتامين بي 12 ضايع يبقى هيأثر على الخلايا هيأثر على كل انوع الخلايا والتجديد بتاعها انا بسمع كمان يا دكتور احمد ان السكر بيتحول لدهون في البطن وفي الارداف وده صحيح ولا لا ما هو لا الخلايا اللي هي الخلايا الدهنية اساسا من ضمن المشاكل بتاعتها انها بتمص بعض الجلوكوز فهمت ازاي وبتخزنه وهو يعني علاقة طردية كل ما ده يزيد ده يزيد فهمت ازاي فالدهون المشبعة بالذات هي بتأثر على الكولوجين اساسي والالبانية فيها كده يعني معاين اللبان ده فيه فيه فتامينات كتير وفيه بروتين كتير لكن فيه شوية دهون مشبعة ودي بتأثر على الكولوجين اللي هو اساس البشرة احنا جئين نتكلم عن البشرة ايو طبعا ايو يعني هو ده اللي بيبين الخطوط والعجز والكبر السن على الستات اللي هو الاكلات السريعة والسكر والنشويات والنشويات يعني احنا نقطر منها لأ المفروض نقلل من دول لأ ان احنا لما نقطر منها يحصل لما نقطر منها طبعا يعني اعزين الوجبات تبقى متوازنة يعني انا واحد ما يعادش يأكل اسبوع ما كلش خدار خالص او صلطة خالص وقاعد يأكل كل شوية سندوتشات ويعني واكتر وعيش حتى السندوتش فيه جواه كله يعني الغالبية بتاعته العيش بتاعته النشويات بسي دكتور احمد انا فيه دكتور قابلي قابلي كده انت روحي للحاجات بتاعت ربنا يعني دايما روحي لنبات الارض يعني اي سكريات فواكه احسن سكريات المصنعة تاخدي النشويات لنبات الارض زي مثل البطاطا البطاطس الحاجات اللي هي فيها نشويات مزلوعة برضو بيبقى فيها فيها بروتين معها فيها اه يعني انا عايز حاجة يعني يعني يبقى فيها كله فيها بروتين ومش حابه اقف لبن بس حاخد شوية منه بس في نفس الوقت غير السكر اللي هو محطوط على طول يعني اللبن غير السكر خالص ده بضيف السكر للبن المفروض ما يتضافش يعني اساسا فالقهوة مثلا ناس تشرب قهوة لازم يحط فيها سكر طب انت شربت ايه يعني انت شربت قهوة يعني شربت سكر في النهائي انت بتشرب القهوة بالسكر؟ تماما من زمان طيب بيحصل ايه للوش والجسم؟ الوش طبعا هيحصل زر التجاعيد لا البشرة بقى يحصل فيها جفاف ويحصل فيها تشقوقات ويحصل فيها غمقان عشان كده بتكلم على النظارة وعلى الشد لوحده من غير بقى محتاج بقى ان انا هتدخل بشد الوش او حقن كولوجين او حقن حاجات تحسن بتشيل التجاعيد دي طب انا ليه وصلت لنقطة دي مانا اقدر احافظ على نفسي والفترة اللي فاتت بقى فاحنا بنتكلم للناس اللي هي هتبدأ حياتا اه طب اللي زي هنا كده يلحق ولم يلحقوش لا يعني دينا امل شوي احنا بنتكلم النقطة اللي انا كنت نفسي يعني المرضى السكر احنا العيش والرز ومكورونا انا عندي نتائج انه في بعض الناس اللي هما وقفنا لهم مش مش السكر بس اللي تزبط تزبط الاحساس اه الاحساس طبعا بيروح مع الفيتام بيتولف ده بيأثر على اي حاجة كل حاجة منها الاعصاب اي طب مهما ديت ما بيجيبش لان انا باكل كل شوية كربهدية يتواخد انسولين والانسولين يمص معه الفيتامين ومع الجلوتاتيوم طب دكتور لازم يبقى فيه تحليل الاول عشان اعرف ااخد ازاي البيتولف يعني مثلا انا انا هو البيتولف الحقيقة غالي شوية عشان يتعامل يعني حقا والاقراس في منه اقراس وفي منه حقا اه في منه كده وفي منه كده بس لكن انا مش هبدأ اعمله تحليل انا متأكد انه هو ناطس ما هو مش حاس بريجليه ده الناس اللي عندهم سكر في ناس العادين بقى اللي ظهروا واجعوا واللي ركبوا واللي كذا واللي كذا واللي كذا وما ليه دايما بيقرنوها في فيتامين دال والله هو البيتامين دال مش مش هو السبب الرئيسي بصراحة اه في قناعتي انا هو فيتامين بي 12 يعني اي حد شعره بيقع اه هو ليه تأثير بدون شكل مش عارف ايه يقول لك ده بيتامين دال لكن هو الاساس الاساس فيتامين بي 12 ده اللي هو الفيتامين المستخبي اللي محدش لانه كل الاطباء درسوا ايه درسوا انه فيه ستور فيه مغزم في الجسم يكفيه ست شهور يعني انا مهما فقدت لكن انا على مدار سنين لما عد انا مش باكل فيتامين اساس مش باكل لان انا باكل حاجات من بره واغلبها هنا شويات مكرونة بالبشاميل ومش عارفه رز واملوخية وانتفاهم قصدي فطول حياتي انا باكل كده فكده كده الاسطور راح طب الكلام ده هل احنا طب البيت ويلو فيه في المأكلات في المأكلات ده تلاقيه في اللحمة الحامرة في البيت البلدي في البيضغل في الاسماك هو موجود في الحاجات الحيوانية واللبن بنسبة بسيطة فيه ناس كتير طبعا تعرف اليوتيوب مليان فيقولك ان احنا نبعد عن المكملات الغذائية ونبتدي نحصل على البيتامينات المفروض مطلوبة مننا يوميا يعني مثلا في الفلاية الخضراء ايوه تديني فيتامين سي احسن من اي حاجة في معلقة زيت جنين الامح ممكن ما هو الواحد التنوع هو ده اللي انا بيتو اه اه قالك ربع ربع كبدة بتاخد منه كذا حاجة ده مرة في الاسبوع مش يوميا ايوه ما هو الواحد يعني ربع كبدة في الاسبوع كله يديلك مجموعة بيتامينات كتير نشويات كل بيت بيأكل قد ايه نشويات في اليوم في الاسبوع احنا مكارونا وبطاطس ده يعني حاجة قضيعة يعني حتلاقي فيه قوضة مليانة كده لو حوشنا نعيش والرز والمكارونا حتلاقي قوضة مليانة في الحاجات دي وشوية الاكل المفروض ناكله سواء خضار سواء اه مش مطلوب لوحد يأكل لحمة كتير بس يأكل حد مش مطلوب ان يأكل صلطة كتير يأكل شوية مش السكريات يمنحها خالص لما يعمل لما يعمل اي وجبة حلوة مثلا اعرف يا دكتور انا عشان كده بقول البنات الصغيرين دلوقتي دايما نلاقي ان هما عندهم تجعيد في وشهم عندهم خطوط تحت عانيهم جسمهم عندهم العلامات اللي هي الحمراء والبيضاء والستريع كلها فيه حاجات كتيرة بتحصل لهم ما كانتش ما هو السبب الرئيسي اللي هما الاتنين دود المأكلات اللي بره المأكلات اللي بره هما السبب المشكلتنا محدش عامل دراسات على الموضوع ده ليه علشان هم بره محدش بيأكل كاربوهيدريت كتير او مشتبات كتير يعني تبقى جزء من واجبات مثلا كل اسبوع مرة حاجة لكن احنا اساسي عندنا فالمفروض كنا ننتبه انه عندنا مشكلة في الكاربوهيدريت ميتابوليزم او التمثيل الغذائي الكاربوهيدريت للنشويات المفروض ننتبه لكده ونبدأ نوجه الناس من بدري شوية شوية هيبقى في الدماغ انه لا انا مش هاكل كتير من السكر انا مش هاكل كتير من الحاجات اللي فيها حلوة مش هاكل كتير عيش مش هاكل كتير روز مكرونة اوزع ازود الحاجات اللي فيها التمين دي شوية هلاقي فيه فرق كبير والدل على كده فيه ناس كتيرة بتشتكي من الام في اماكن كتيرة ويقعد يلف لفة كاملة وفيتام من دي وتحليل وياخد الحقن وبرضو نتائج للشي الفكرة الفكرة خليه بقى يوقف شهر واحد بس شهر واحد بس كل النشويات وشوفي بقى اخباره ايه اللي مكانش بيعرف يطلع سلم الا هو بتقلم في ركبه في صوابه وفي ايديه في ظهره هيفرق كتير معه نوقف ولا نقلل هو في الاول لو عنده مشكلة هل لازم يوقف اه عارف حضرتك عامل زي نظام الكيتو هو بالضبط تقريبا كده مش كده عشان عشان هو بقى بالذات اه بيبقى الجسم كمان زي ما تقولي حياتك كده مشتاق للفيتامين بيت والو مشتاق فاول جرعات حتى منه الناس اللي طب هقول لحياتك على حاجة الناس اللي بيجي لهم الاطفال الصغيرين اللي يجي يدخل حمام ويحصل له قلم اطفال صغيرين هو فيه مبين انه ان المخ بدأ يستوعب انه المفروض اول ما يجيله يدخل الحمام بعد البامبرز على طول الوقت ده فيه ناس كتير بتجي لي عندهم مشكلة انه اطفالهم بيعياته كتير قوي ويكون المشكلة فيتامين بيت والف اول ما يبدأ ياخد وهم اطفال اه بالضبط لانه هو بيبقى مش عارف هو ايه اللي عنده ايه المشكلة فيبدأ عيات امه تفتكر انه عنده شرخ مثلا فيروح للاطفال ويلف وياخد ملينات وياخد بعدين يجي لي يجي لي انا ببدأ له بجرعة واحدة بس فيتامين بيت والف بيتحسن تحسن غير عادي اول اسبوع ايه الفيتامين بيت اول اخد شهر شهرين خلاص بيبقى تمام بيبقى كل مشكلة هي تغذية نوعيةها بس اه بصي دكتور احنا على ايامنا كنا بنكل كل الخضار ما شاء الله الحمد الله لكن احنا الاجيال الجديدة دي هي دي مشكلة دلوقت اه يعني احنا مثلا دايما نقول لهم هو ربنا ليه عملنينا فاكهة وخضار للشتا وفاكهة وخضار للصيف يبقى اكيد لها فايدة بل الزبط لانه هو مدينا مجموعة الفيتامينات والمعادن والحاجات اللي هي حتفدنا في الشتا هتلاقي البرتقان واليوسفي وكده في الشتا بالزبط فهو لكن في حاجات يعني مثلا من الحاجات المهمة الكرنبيت والكرومب والحاجات دي بس كله طبعا باعتدال يعني مش ما هو الكلام كده حاجة احنا اتكلمنا فا اول حاجة ان الالبان من ضمن الاسباب اللي بتسبب بتزود التجاعد وبتعجل بيها فاحنا هنقللها او خليها باعتدال احنا مش هنقللها عشان هي فيها بروتين وفيها فيتامين والدهون مطلوبة برضو مش ممنوع امان عن تامن يعني بالزات الدهون الغير مشبعة دي هي الجسم بيبقى محتاجها يعني عشان اغلب الهرمونات بدي تكاوم من الدهون برضو طب الفتح ليه الوقت بقى كده ومعملش التغذية دي من زمان يبدأ بقى يتصلح جراحيا بقى يتصلح اذا كان يتعملوا يتشال يعني التجاعد دي بطريقة ما يعني سواء بالحقن او بالفيلر مثلا او بال ما هو الفيلر وبتقس مشكلتهم انهم وقتية اه طبعا طبو الدهون الزاتية ما هو الرياضة طبعا لا يعني بياخدوا من الحقن بياخدوا دهون ذاتية من مكان لمكان برضو بتاخد وقت ودوب بالزات الاماكن اللي هي الواحد لو بيقعد عليها او بيتحرك عليها لا اوه في الوش احنا ليه همنا وشينا بالوقت الوش ممكن طبعا بتفرق بس برضو ليها وقت برضو برضو ليها وقت لا هامل معك حلقة عن الموضوع ده الواحد كده اوه طيب احنا من صغرهم الولاد نعودهم بقى على ان هما ياكلوا كل حاجة ايوه طبعا مايبقاش اساسي احنا بنشترس هو اصلا دايما بيقول البيبي بيبقى حاجة بكر كده انا لو اديته حاجة فيها سكر جيدة هو هيتعود على نفس الطعب لو تعود على السكر هيفضل عرفو اديته الحاجة من غير السكر هيتعود عليها من غير السكر طب ما هو لبن الامه هو فيه سكر لا طيب ما هو الطبيعي هو طالع انه مش واخد اللبن بسكر لكن امه مصرة هي فاكرة انه هو مش حقيق طب انه هو لسه مدقش اساسا عشان تحطيله سكر ديله زبادي على كمه اللبن من غير اي حاجة من غير سكر خالص السكر ده انا نفسي يتشل خالص اه يعني او يغلق او يعني ده هو ده الازمة دلوقتي كل الناس بتدور على السكر المفروض طب مادة الجلوتاثيون هل دي بتتاخد ولا ممكن نحصل عليها برضو من تغذية لا هي الكبد نفسه بيكونها اه ضمن احماض الامينية بيكونها من بلوتينات لكن احنا قلنا واتفقنا في البحث اللي اتعمل ده ان الجلوتاثيون بيمتص برضو مع الكربوهايدريت اه عشان يحصل له تمثيل غذائي كل ما يأكل كربوهايدريت كتير او نشويات كتير هيحصل تمثيل غذائي طب اللي عنده سكر هياخد انسوليني يروح واخد كمان النشويات دي حطها جوال خلايا ومعاها ايه فيتامي بي توالف مش والجلوتاثيون مش معروف لغاية دلوقتي الميكانيزم ازاي يعني هو على مستوى العالم مش معروف ازاي بيحصل ده لكن هو ديفينت اللي بيحصل هو اكيد بيحصل لكن مفيش حاجة احصل منها على الجلوتاثيون لا فيه حقا بقى اللي هي بس غير حاجات خارجية كابسولات يعني اه فيه كابسولات اه هي لو اه مش كل الحاجات دي مكلفة طب ما هو فيه الحل التاني احنا قلنا اللي هو اللي هو ان الواحد يبطل اهي واللي بيمص الحاجات دي من الجسم اه يخلي الكبد نفسه النقطة اللي المهمة اوي الرياضة واحنا طبعا الرياضة دي ما شاء الله علينا يعني كلنا مش اه ما يعني ما عندوش وقت هدي مشكلة بقى دي الرياضة اه كل الكلام اللي احنا حكينا فيه ده تمام بشوية رياضة هيفرق كتير احنا مواصلات كتير يعني مع ان اسوان صغيرة انا ممكن اه اتمشى حتى لو بعيد شوية فيه ناس لانزل على اخر لحظة هي يحط العربية بعيد ويتمشوا الحتة دي لغاية فاعتبروا ان التمشية رايح جاية للعربية هي دي التمشية الرياضة عايزة رياضة وقت اه وقت كل يوم ده للرياضة احنا ما فيه صعب كساء لا لا هوا ثقافة مش متعودين وثقافة احنا ما عاديناش انا حايز اقرر حتى اعمل رياضة وانا نايمة عسرير مش يعني حتى وانا نايمة عسرير لا الرياضة عسرير ورياضة اللي على الكرسي ورياضة اللي على الحيطة وكله عندنا في البيت بس مين اللي يعمل الرياضة لما اتكلموا عن اومة جاسرية لما نزل جديد اومة جاسرية وتأثيره على الدهون والناس اللي عندها دار عالي فالتالي مصر كله عنده قالوا ان اومة جاسرية هيقلل بالنسبة 92% فاللانش كان معمول الحقيقة في كان معمول في ماليزيا فالمهم الراجل في الاخر خالص ام قال هو 92% الاومة جاسرية لكن في حاجة واحدة بس هتوصل لسماء هي الرياضة اه 97% لو عمل رياضة بانتظام اللي هي المشي لمدة 40 دقيقة يبدأ بقى اقل والغات ما يوصل 40 دقيقة يوميا دي تساوي انه بياخد اومة جاسرية كل يوم او بيأكل ثلاث واجبات تونة الاولي فشي يعني ممكن تقلل بورد لا تونة غالية دلوقتي ما هو بيقول انا عشان ادفع عشان اجيب الاومة جاسرية ده غالي جدا ابدأ بان انا ابعد عن النشويات المصنعة السكريات خالص اخد السكريات برضو اللي هي الطبيعية ولو اه بعدين اقلل منها هيبقى افضل يعني محدش بيأكله فكهة ايو يعني هو بقى عايز تأكله سندوقتش لازم عايش يعني ايو طب ما هتديله حاجة فكهة ما هتديله شوية تلبه انا مسلا الدكتور مسلا لعيش الفينو ده ما دخلش بيتي من حوالي 15 سنة اه ده كده ممتاز والله اه ليه لان انا فترة كده لقيت ابني على طول بطن واجعي بطن واجعي واكتشفت فيه بعد ان هو مع نفسي يعني ان هو كل ما بيأكل انا بقعد الاحظ يعني العيش الفينو كان بيعملو تلبك معي فمنعته بقى خالص من البيت وكان ده اصح ليهم يعني لو كمان لو عملت بقى احنا الميل للرز اكتر من العيش هو الرز طبعا اقل شوية اه اقل وقت اه من العيش العيش ده اسوق حاجة بدون شك لا او مادة الجلوتين اعتقد برضه من بتعمل انتفاخ في الجسم اللي هي المادة اللي بيحطه عشان العيش يمط دي هي بالزبط اللي بتعمل بالتخن ايوا طبعا عارف يا دكتور انا لاحظت الناس كتير من هم مثلا يخسوا فاجأة لقيهم خسوا اقولوا انت عملت دايت يقولي لا انا بطلت سكر بس يفرق كتير ما عملش اي حاجة انا بطل سكر واول حاجة بتنزل اول من بطل سكر اول حاجة بتنزل البطن بالزبط لا الاصل اللياقة العامة بعد ما يقل اللي يوقف النشويات دي بيبقى بيفرق كتير اللياقة في كله حتى اللياقة الزهنية عشان احنا قلنا بيتم دا بيأثر على كل الاعصاء التفكير بيبقى مختلف بس فيه ناس بيبقى احجمهم كتير ودخينة جدا ما هيأثر ما خلاص هيساعد برضو دايما احنا بنلجأ للحل السهل ان هو اعمل تكميم عمادة اعمل تحويل مصار احنا فكر ما هو تكميم تحويل المصار افضل طبعا من تكميم المعدة بكتير معلشان برضو الامتصاص بيبقى مبعد البنك رياس والقلون بياخد بياخد جزء من الامتصاص اللي هو القلون اساسا ما امتصاصش غير المياه يعني 85% من المياه بامتصال كله لا فهو دلوقتي بياخد دور تاني مختلف الخلايا فيه بتتطور لما يعمل باي باس ده اللي هو التحويل المصار اه التحويل المصار بقى فاهمني بيحصل ايه انا بنحول ايه على ايه مش فهم احنا خلاص بنلغي الوقتي الجهاز الهوض منازل المعدة الاسنا عشر الامعاء الدقيقة انا من عند المعدة نصها لغاية الاسنا عشر والبنك رياس والقناة المرارية والكلام ده كله لغيته خالص وراحت بموصل على الامعاء الدقيقة على طول اه ومش هم هم موجودين زي ما هم اه زي ما هم هم موجودين بس عملت طيباس على طول حتة دي لغاتها اه كأنها مش موجودة فالاكل عدة في المكان ده ما يمتصر امتصاصه يقل امتصاصه يتحول للقلون يبقى متأخر الهضم بتاعه مختلف نوعية الاكل برضو احنا ما قلنا المعدة برضو فهي الاكل هيبقى قليل الاكل القليل ده امتصاصه هيبقى مظبوط هيبقى بمعدل معدل مختلف البروتين هيبقى افضل امتصاصه وترتيبه في الجسم ازاي الفيتامينز برضو مهمة طبعا احنا عندنا مشكلة برضو تانية انا كنت عايزة اقولها انه فيتام بيتولف ليه حاجة مهمة قوي انه هو عشان يمتص لو اخدناه في الاكل لازم في خلايا بتطلع المادة كده يتحد معها وبعدين يمتص لو الخلايا دي مش لو بايزة او فيها مشكلة اسمها براية تلسل الخلايا في المعدة لما بناخد بقى ادوية الحموضة ادوية الحموضة بتوقف الخلايا دي بتوقفها خالص بتوقف الاتنين الحمض اللي هو عامل الحموضة وحرقان بقى وبتوقف كمان المادة اللي هي المفروضة حاجة للحموضة خيارية والله هو عظيم ولا ادوية ولا اي حاجة انت اكل خيارية من هنا فجأت لقي نفسك زي الكل العيش والرز والحاجات دي لو قلت الحموضة بتقلي كتير فبالتالي محتاجش انا ناخد وحاجة مهمة برضو يا دكتور المية المية بس هو الاعتدال انا احنا بس عايزين نتكلم انه كله في في الاعتدال احنا احنا لو واحد عنده مشكلة هيوقف الكربوهيدريت لمدة شهر بس هيرجع تاني ياخد بس هيبقى باعتدال مشواجبات اساسية وسبعين في المية من الوجبة بتبقى بتبقى الكربوهيدريت ما ينفعش انا احنا هنتكلم بقى مرة تانية كده باستفادة عن الحلول السريعة السريعة وعمليات الجراحية والقوام والفيلر والبوتوكس احنا نقول ان احنا نهتم بالتغذية العلاجية الاول علشان حتى لو هنحتاج ان احنا نعمل حاجة بس تكونوا قليلة ما يبقاش المشكلة عندنا تبقى كبيرة دكتور احمد صالح استشارك جراحة العام وجراحة المناظر شرفتني بوجودك شكرا لك احنا لسه طبعا معاكم في الحلقة بعد الفاصل موسيقى